نساء الخير النهاردة هنعمل مع بعض القطايف من غير تخمير احنا عملناها قبل كده بخميرة هنعملها النهاردة من غير خميرة وكمان هنشوف الفرق بين الاتنين ايه وهنشوف كمان الفرق بين اللي بتعمل في طاصة تفال واللي بتعمل في طاصة عادية هنروح اول حاجة هنا المقادير بتاعة القطايف بدون خميرة معانا هنا كباية من الدقيق الابيض وربع كباية من دقيق الصميد او دقيق البسبوسة معلقة كبيرة من النشا معايا هنا معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من البيكينجي باودر بس مليانة ورشة ملح واللي في البول دول كباية ونصف مية حطيت هنا كده المقادير ده اللي بيفور ده البكينجي باودر اول ما ينزل في المية هحط كده كل المقادير دي كده مع بعض بس ناخد بالنا انه كل دقيق بيختلف عن التاني يعني لو حتاجت معلقة دقيق تانية ممكن نحطها مفيش اي مشكلة بس ناخد بالنا ان الخليط ده بيبقى السمك بتاعه اتقل شوية من السمك اللي هو من غيء بدون خميرة ده بيبقى اتقل من اللي بخميرة علشان اللي حطيت له خميرة لما بيخمر بيتقل شوية لكن ده احنا هنتقلوا من الاول بيبقى زي خليط الكيك كده بس اخف سنة بسيطة ده خوام اهو كده هنروح نكمل على النار على طول هنجرب هنا اول حاجة اللي في طاصة تفال ده انتهى دهنة بسيطة خالص زيت اول ما تبتدي تعمل فتحت كده هبتدي اشوفها كده من تحت كده خلاص انا هشيلها باللون ده وناخد بالنا كمان انه وشها من فوق الوش اللي انتو شايفينه ده من فوق ماينشفش بزيادة علشان لو نشف لما نيجي اللزقها ونحشيها مش هتلزق في بعضها وهتفك تاني نجرب هنا اللي في طاصة عادية مش تفال بس ارامونيوم ده انتهى دهنة زيت برضو بسيطة النار وسط في الحالتين واستنى عليها بعد كده اشوفها من تحت هي مش هتلزق طبعا بس الفكرة في الشكل النهائي في الاخر ده الفرق بين الاتنين اهي هي ما لزقتش ولا اي حاجة زي ما قلتلكم بس ده الشكل بتاعها من تحت وكمان ما عملتش فتحات فوق في العجينة يعني شكلها فوق كده زي زي المعجن مش مش حلوة كده زي اللي بتتعمل في طاصة يفال بس في الاخر الاتنين بيقدوا نفس الغرض زي ما قلتلكم يكون وشها من فوق مش مستوي جامد علشان لو ما فيهاش فتة التلزيز كده من فوق مش هتلزق في بعضها وهتفك مننا في الزيت لما نيجي نحشيها ده بعد ما خلصت كل الكمية بصوا كده ده الفرق دي اللي فيها اللي فيها خرم دي كده وفيها فتحات دي اللي معمولة من طاصة يفال يعني نعمة كده زي اللي معجنة مش زي مش اللي مش زي اللي بتتعمل في طاصة يفال الفرق بينها وبين اللي بتتعمل برا طبعا اللي بتتعمل برا في الشوارع دي دي بتبقى معمولة بخميرة بيرة علشان كده بتبقى ليها ريحة اقوى من الريحة اللي بتتعمل بدون خميرة بس دي الطريقة الاسرع لكن الطريقة الاصلية للقطايف هي اللي بتتعمل بخميرة فورية او خميرة كبيرة هنشوف بقى كمان ليه ما بتلزقش الوشة انا خدت واحدة كده من الوشة ده مستوي بزيادة من فوق ما فيهاش اي تنزيقه كده من فوق هناخد بالنا دلوقتي ان انا بعد ما رزقتها كده هتفك ده اللي بيخلي القطايف يفك بعد ما بنلزقها بتفك تاني لكن دي اللي مفهاش اللي دي اللي فيها حتة تلزيقه بسيطة كده ما فكتش من انا لما جينا لزقناها هاخد واحدة برضو من اللي اتعملت في طاعة سعادية لزقت اهيه فيش اي مشكلة الفكرة بس بيبقى في الشكل دي برضو اهيه بس بكده نكون نتكلم عن كل حاجة تخص القطايف موسيقى 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 موسيقى